القضية اللي موجودة عندنا انه الكل تريد مناصب ومرات يتوزع منصب الهاي الكتلة والهاي الكتلة والهاي الكتلة شون ترضيهم كلهم انت بالمناصب والله انا ما لدي علاقة بالشعارات انا علاقة بالواقعي لم يفرض علي اي حزب او كتلة سياسية اي منصب ولا يوجد اي مدير في المحافظة فرض من كتلة سياسية بعد تيدنطيك ارقام تليفونات المدراء صعبة انا كل اشي احبك وكل اشي احترمك وكل اشي اصدقانك والله اتخل حشي لك انا داحشي بالتامل كاميرا اي اقول اغاتي انا انا داحشي بس بيني وبينك شايل خرزة اسمح لخلقلك شايل خرزة انا يمي الحسين والعباس وما يصير براسي حاض وين توديني بعد خلقلك فشي اقولك ما للولد يتعزلون عنقاياتهم على التدليم ودعتك ماكنشي الله يشهد خلقك ياه والله هاي حوب تبع عبد الله خلقلك لا اسموا خلنحشي ما لا علاقة بالامر اخرى اي لم يتفرض علي اي كتلة ولا حزب سياسي مدير دائرة واحد اي لم يطلب من عندي ولا ينفرض علي اي كتلة سياسية او حزب مشروع معين العمل في كربلاء بعشرية شمعنى ولا عشيرة ولا شيخ عشيرة ولا ابدا زين وين قوتك انت بكل هذا بالله اولا ونعم بركات اهل يمي الحسين والعباس بركات اهل بيت هذا الجمهور وانا قللك الكتلة السياسية تقلت يعني الكتلة السياسية منشوف واحد يعمل وينجح ويشتغل ليلة ونهار ترى يدعموه ويساندوه ما يندقوه ما يقل لك هذا قضية السنوان لا علاقة الحديث في مكانات اخرى صاح غلط بس انا احكي لك عن كربلاء هسا ما نتحدث عن باقي المحافظات مش غلي كربلاء اعيدها مرة ثانية لم تطلب مني اي كتلة سياسي ولم تفرض علي اي كتلة اي مدير دائرة موجودة الآن واحد اثنين سؤالي اقول لك ياه عندي تقييمات غير مدير والله ما حيتصل بي يقولي ايش غيرته خليه قلك ياه اثنين ها طبعا نتحدث لك هيش هي هستهاي وانه اختطر بعض الناس ياخدوها شكال عليه يقولي عددت عندك ظرف مثالي فتنجح وهي سبصة بس هو قد يكون موجود في اماكن اخرى ومستثمر بشكل صحيح او يصير انا ما اخلي عكازه على غيري بالفشل والله شنو فلان يدخل فلتان يدخل اخرين اكو مرات ترصير ترصير تعكز على قضايا معينة غير موجودة بالفشل اثنين لم يفرض علي او يطلب من عندي اي مشروع معين اقتصادي او غيره شو تريد من عندي بعد وانا قدام الكامير احشيلك شو اقولك ياها واسا يعني واحد مرات اذا يريد مثلا يقولي جامل لا واحد فلشيح شب دبلوماسية شو يقل كذا انا اقولك ياها قطعا ونصا وذول المدرائي موجودين شو تريد من عندي بعد بس هاي اللغة هاي اللغة بيها تحدي شنو تحدي يعني الى الكل لا مقمها بو تحدي يعني انا عمو ياد سبار بقول التحدي هاي الثقة لا هاي شهادة ليش تحدي هاي الثقة ازاي لا اخوي هاي أستاذ نجم هاي شهادة انه الناس الناس داعمين وغير معرقلين وما طالبين فرشي ليش تحدي ما تخافت من هذا بالانتخابات القادمة ليش ها ليش عداء النجاح هو اي شوف الكتر السياسية اللي اللي عدها ثقة بنفسها وعدها جمهورها وعدها وضعها لا والله ودعتك نجرى وتعدان نجاح منهم هذول اللي شوية ردون استوهم ردون نصرون سياسيين وما ملاحق اللي يحصل لأربع خمس نفرات وقوة شوية فاز بشلون ما كان هيتش بطريقة معينة قد يكون ما ندري بيها شلون هذا بس يخاف على روحها ويخاف المحافظة اخطي الأصوات كلها اما الكتر السياسية المتمكنة والرصينة وعدها جمهورها ما تخاف من المحافظة نجاح بالعكس الدعمة وتقول هاي تجربة ناجحة عندنا جين